اشتركوا في القناة حل المسلس خدنافق لسانوي وقلنا معنى كلمة حل المسلس يعني اتجيب له الاضلاع والزوايا اللي في المسلس اي مسلس فيه 3 اضلاع وفيه 3 زوايا معنى حل المسلس يعني اتجيب له 3 اضلاع وال3 زوايا دول هتجيبهم منين هتستخدم قاعدة الجيب او قاعدة الجيب التمام تعرف ازاي القاعدة اللي هتستخدمها لحسب المعطيات اللي عندك لو مديك زاويتين وضلب هتستخدم قاعدة الجيب لو مديك ضلعين وزاوة محصورة قاعدة جيب التمام لو مديك الثلاثة أضلع برضو قاعدة جيب التمام عندنا أربع حالات نبدأ بالحالة الأولى لما يديك زاويتين وضلع هيديك زاويتين وضلع يقول لك حل المسلس لما يديك زاويتين وضلع هتستخدم قاعدة الجيب أول مثال بيقول لحل المسلس ألف به جيم الذي فيه ألف شرطة 8 صند وقياس زاوية ألف 36 درجة وقياس زاوية به 48 درجة في المثال هنا مديك زاويتين وضلع يبقى تحل المسلس باستخدم قاعدة الجيب يعني إيه حل المسلس يعني نجيب له الثلاث أضلع والثلاث زاوية تب أنت عندك زاويتين نقدر نجيب الثلاثة من مجموع زاوية المسلس عندك زاوية ألف وزاوية به نقصك زاوية جيم يبقى أول خطوة نجيب الثلاثة اللي هي قياس زاوية جيم 180 ناقص ونجمع الثلاثين اللي عندنا 36 و48 لما تجمع وتطرح من 180 الثلاثة تطلع معك 96 درجة كده عندك الثلاث زاوية عايزين الثلاث أضلع هو مديك ضلع نقصك ضلعين هتجيبهم منين هنجيبهم من قاعدة الجيب هنستخدم قاعدة الجيب عشان عندنا زاويتين وضلع نكتب قاعدة الجيب ونعوض فيها ألف شرطة على جا ألف يساوي به شرطة على جا ب يساوي جيم شرطة على جا جيب تعال نعوض ألف شرطة عندنا بتمانية جا ألف زاويت ألف مدينا 36 يساوي به شرطة ما نعرفوش على جا بها عندنا بتمانية وربعين يساوي جيم شرطة ما نعرفوش على جا جيم جيبناها بستة وتسعين عشان تجيب الثلعين دول هتوضرب مجس أقول له به شرطة بتساوي ابدأ بالطرف المعلوم تمانية جا تمانية وربعين على الاقصاد اللي به تحت اللي هي جا ستة وتلاتين وما تنساش لما تكتبها بالآلة تعمل أقوص هتكتب دي بالآلة به شرطة تطلع معاك تقريبا عشرة واحد من عشرة سنطي آخر ضلع جيم شرطة جيم شرطة برضو هعمل مجس مع النسبة المعلومة ابدأ بالطرف الكامل هاضرب تمانية في جا ستة وتسعين على اللقصات جيم تحت على جا ستة وتلاتين اكتب دي بالآلة جيم شرطة تطلع معاك تلاتتاشر ونص تقريبا كده احنا حلنا المسلس جبنا له الثلاث زوايا والثلاث أضلع زاوية ألف وزاوية بيه وزاوية جيم الأضلع ألف شرطة وبيه شرطة وجيم شرطة استخدمت في الحل هنا استخدمت قاعدة الجيب شمعنا عشان كان عندنا زاويتين وضلع دي الحالة الاولى تعان Responsive الحالة Li الحالة التانية معانا هيديها ضالعين وزاوية محصورة بينهم هيديك ضلعين مثلا ألف شرطة وبيه شرطة والزاوية المحصورة بينهم اللي هي زاوية جيم لم ياديك ضلعين وزاوية محصورة هستخدم هنا قاعدة جيب التمام نأخد عليها مثال حل يجعل ألف بيه جيم اللي يجعل ذاكيه ألف شرطة 0u8 ست بيه شرطة 0u5 صمت أيضا ضل وقياس زاوية جيم تساوي 60 درجة ودجاكتين ومديك زاوية تبا كده مديك ضلعين وزاوية محصورة بينهما نستخدم قاعدة جيمة تمام حل المثلث يعني هنجيب له الثلاث أضلع والثلاث زوايا قلنا احنا عندنا ضلعين عندنا ألف شرطة وبه شرط ناجس الضلع جيم شرطة أجيبه منين هجيبه من قاعدة جيمة تمام نكتب قانون جيم شرطة قانون جيمت تمام لما يكون عايزين نضل وأقوله جيم شرطة تربيعي ساوي عندك حرف الجيم بدأ بالضلعين التانين أو الحرفين التانين اللي هم ألف شرطة تربيع زايت به شرطة تربيع نها str 2 حاصل ضرب نفس الضلعين ألف شرطة وبه شرط جيت الأزول المحصورة بينهم اللي هي جيمة نفس الحرف الموجود هنا كتبت القانون عوض فيه بجيم شرطة تربيع ساوي ألف شرطة عندنا بتمنيه بتمنيه تربيع به شرطة عندنا بخمسة بخمسة تربيع نها 경우 حصل ضرب نفس الضلعين من غير تربيئة تمانية في خمسة جا تاجين زاو الجيم الدهانة ستين درجة ودجيكتين اكتب الكلام ده كله بالآلة النتعة يطلع معك تقريبا بتسعة واربعين آخر خطوة بنجيبها الجازر عشان أخلص من التربيئة يبقى جيم شرطة بس يسوي جازر التسعة واربعين يسوي سبعة سنطين كده عندك التلات أضلار عايزين الزواية انت معندكش غرض زواية واحدة ليها زاو الجيم نقصك ألف وباء هتجيبهم منين برضو من جيم التمام نختار زواية مثلا ولتكن ألف قانون الزواية في جيم التمام بيقول جاتا ألف برضو هكتب القانون وعاوض فيه عندك حرف الألف ابدأ بالحرفين التانية به شرطة تربيئ زاية جيم شرطة تربيئ نقص نفس الحرف ألف شرطة تربيئ على اثنين في ضربة أول ضلعين به شرطة جيم شرط تعال عاوض في القانون هتعاوض عن به شرطة وجيم شرطة وألف شرط بالشرطة بخمسة ألف شرطة بتمانية وجيم شرطة جبنية بسبعة بل ما تعاوضت بخمسة تربيع زائد سبعة تربيع ناجز تمانية تربيع على اتنين فيه اول ضلعين خمسة في سبعة هتكتب الكلام ده بالآلة جات ألف هتطلع معك بواحد على السبعة الواحد على السبعة اللي هي جات ألف انت عايز الزوية نفسها في الاخر بنضغط شفت اضغط شفت كوزين واحد على السبعة فنضغط شفت عشان تدينها الزوية نفسها لما تعملها بالآلة وتضغط في الاخر كومة زاوية ألف هتطلع معك واحد وتمانين درجة وسبعة واربعين دجيجة كده عندك زاويتين زاوية ألف وزاوية جيم نقصك زاوية ده ممكن برضو تجيبها بجيب التمام او ممكن بسهولة نجيبها من مجموع زاوية المسلس زاوية به بتساوي مية وتمانين ناجز وهتجمع الزويتين دول زاوية ألف وزاوية جيم هتكتب الكلام ده بالآلة زاوية بها تطلع معاك بـ 38 درجة و11 دجيجة كده حلينا المسلس يعني جبنا له الثلاث زاوية والثلاث أضلاء كل اللي بنعمله اعتبر مراجح الدرسين اللي فاتوا المهم تعرف ام تستخدم قاعدة الجيب وام تستخدم قاعدة جيب التمام الحالة اللي فاتت كانت زاويتين وضلع استخدمنا قاعدة الجيب هنا كان ضلعين وزاوية استخدمنا قاعدة جيب التمام المثال اللي فات كان ميديك زاويتين اول خطوة بدأنا بها الزاوية الثالث جبناها من مجموع زاوية المسلس في المثال هنا كان ميديك ضلعين اول خطوة بدأنا بها الضلع الثالث جبناها من جيب التمام يديك زاويتين يبدأ بالزاوية الثالث يديك ضلعين يبدأ بالضلع الثالث ده عشان تعرف اول خطوة تبدأ بها دي الحالة التانية معانا نشوف الحالة التالتة الحالة التالتة هيديك فيها الثلاث أضلاء وعايز يحل المثلث برضو بنستخدم قاعدة جيب التمام جيب التمام بتستخدمها لما يديك ضلعين وزاوة محصورة او يديك الثلاث أضلاق بيقولك حل المثلث ألف به جيمة اللاز فيه ألف شرطة بخمسة به شرطة بسبعة جيم شرطة بحداشر بيديك هنا الثلاث أضلاع نجس مين نجس الثلاث زوايا فهتبدأ بأي زاوة تعجبك مثلا هتبدأ بزاوة ألف هتجيبها منين هتجيبها من قاعدة جيب التمام نكتب القانون جتة ألف بتساوي تب المرة بعد ما تجيب زاوة ألف هتجيب زاوة به هتجيبها منين برضو من قاعدة جيب التمام إبا الخطوة الثانية هتجيب جتة به بعد ما تجيب زاوة به هتبا نقصك زاوة جيم هتجيبها منين ممكن نجيبها من مجموع زوايا المثلث إبا أول زاويتين هتجيبهم من قانون جيب التمام والزاوية الثالث هتجيبها من مجموع زوايا المثلث تعني نكتب القانون ونعوض فيها عندك حرف الألف ابدأ بالحرفين التانية به شرطة تربية زي جيم شرطة تربية ناجس نفس الحرف ألف شرطة تربية على 2 به شرطة جيم شرط هنعوض عن الأضلاء به شرطة يبقى 7 تربية زي 11 تربية ناجس ألف شرطة 5 تربية على 2 في أول ضلعين 7 في 11 هتعمل دي بالقالة النتجة هيطلع معاك 145 على 154 آخر خطوة بنضغط shift shift to cosine والنتجة هيطلع معاك لما تعملها بالقالة زاوة ألف هتساوي 19 درجة 41 دجيلة نفس الكلام عندي زاوة به هنكتب القانون ونعوض به طب عشان نختصر انت عايز بها تبدأ بالحرفين التانية اللي هم ألف وجين إبقى هتجمع 5 زي 11 ناجس 7 بس كله تربية إبقى جاتا به بتساوي 5 تربية زي 11 تربية ناجس 7 تربية على 2 في أول ضلعين 5 في 11 اكتب دي بالقالة هتطلع معاك 97 على 110 آخر خطوة تضغط shift shift to cosine 97 على 110 زاوة بها تطلع معاك بـ 28 درجة و 8 دجائج كده عندك زاوة تين عايزين الزاوة التالتة هنجيبها من مجموع زاوة مثلس 180 ناجس و هتجمع الزاوة تين دول 19 درجة 41 دجائجة زايد 28 درجة و 8 دجائج هتكتبها بالقالة الزاوة جي ما تطلع معاك 132 درجة و 11 دجائجة كده خلصنا أول 3 حالات تعال ناخد عليهم مسألتين كمان آخر مسألتين هنا هقول لك فكريتهم واسبك تكملهم مسألتين حلوين صال الرابع بيقول لي حل المسلس آلب بهجيم المتساوى الساقين متساوى الساقين يعني في ضلعيني ساوبعد وزاويتيني ساوبعد ميديك قياس زاوة آلب بـ 110 و الضلع آلف شرطة 8 صن تعال نرسم بيقول لك المسلس آلب بهجيم متساوى الساقين ميديك زاوة آلب بـ 110 المية وعشرة دي زاوة منفارجة في المسلس متساوى الساقين لما يكون عندك زاوة منفارجة تعرف ان الزاوة دي زاوية رأس ما تنفحش تكون زاوية قاعدة لانها لو كانت زاوية قاعدة يبقى فيه واحدة تاني بتسويها يعني تبقى 110 و110 لو جمعت 110 و110 220 220 يعني اكبر من 180 اكبر من مجموع زاوة المسلس فما تنفحش فهي ملحوظة من تاني اعدادي لما يكون عندك مسلس متساوى الساقين وفي زاوة منفارجة تعرف ان الزاوة دي زاوة رأس ألف هي زاوة الرأس يبقى الساقين ألف بيه وألف جيم كده زاوة بيه هتساوي زاوة جيم عشان مسلس متساوة الساقين نقدر نجيب الزاوة دي إطرح من 180 وقسم على الاثنين 180 نقص 110 سبعين على الاثنين يبقى هنا 35 وهنا 35 كان مديك كمان ان اتضلع ألف شرطة بتمانية اتضلع ألف شرطة اللي هو مقابل لزاوة ألف ندوه لك بتمانية سنطي عايزين نحل المثلس حل المثلس يعني نجيب له الثلاث زاوية خلاص جيبناهم ونجيب له الثلاث أضلع انت نقصك ضلعين هنا هتجيبهم منين الضلعين النقصين دول هنجيبهم من قاعدة الجيب ليه استخدم قاعدة الجيب عشان عندك ضل والزاوة المقابلة ليه إبقى عشان نجيب الأضلع دي هستخدم قاعدة الجيب ألف شرطة على جا ألف سوى به شرطة على جا بيه يسوي جيم شرطة على جا جيم ألف شرطة عندنا بتمانية سنطي جا ألف زاوة ألف بمئة وعشر به شرطة ما نعرفوش على جا بيه اللي هي خمسة وتلاتين جيم شرطة ما نعرفوش على جا جيم اللي هي خمسة وتلاتين كده تقدر تجيب الأضلع دي هتضرب مقص طبعا به شرطة تطلح تسوي جيم شرط عشان مسلس متساوي الساقي هسيبك تكملها آخر سؤال في الجزء ده برضو سؤال حل بيقول لي حل المسلس ألف به جيم اللي هي فيه ألف شرطة بخمسة سنطي وقياس زاوة به بمئة وعشرين ومديك مساحة المسلس عشرة جازر ثلات عايزين نحل المسلس يعني عايزين نجيب الأضلع والزواة طب في المسلس هنا ما عندكش غير ضلع واحد وزواة واحدة لازم تجيب زواة كمان أو ضلع كمان هنجيبهم منين؟ أقدر أجيبهم من المساحة تعني اكتب قانون نساحة المسلس كده تعندك قانون نساحة المسلس يساوي نص حاصل ضرب أي ضلعين في جيب الزواة المحصورة بينهم انت ما عندكش غير ضلعة واحدة بس اللي هي زاود به فلازم تستخدمها خدنا زاود به فين الضلعين اللي هناخدهم اللي هم الضلعين اللي بيحصروها اللي هم ألف شرطة وجيم شرطة إبقى مساحة المسلس نص ألف شرطة جيم شرطة جيبه ليه استخدمت زاود به عشان هي اللي عندنا جيم شرطة ما نعرفوش في جيبه زاود به بمئة وعشرين يبقى جيبه مئة وعشرين المساحة نفسها مدالك عشرة جازر ثلاثة فهتساوي القانون ده بعشرة جازر ثلاثة كده عندك معادلة تقدر تطلع منها جيم شرطة تحلها ازاي؟ اكتب بالألة نص في خمسة في جيب مئة وعشرين الناتج هتطلع معها خمسة جازر ثلاثة على الاربعة جيم شرطة تنزل وانسواها هنا بعشرة جازر في الاخر خطوة عايز اخلص من الكسر ده عشان تخلص من الكسر تدر في المعكوس الضربي اللي هو اربعة على خمسة جازر ثلاثة جلبناه وهنا برضو في اربعة على خمسة جازر ثلاثة دول كلهم يروحوا مع بعض اتفضلك هنا جيم شرطة بتساوي اختصر الجزر يروح مع الجزر على الخمسة فيها الواحد على الخمسة فيها الاثنين اثنين فاربعة بتساوي تمانية كده جبنا ضلع كمان طلع بتمانية سنط اصبح عندك في المسألة ضلعين وزو محصورة عندك ضلعين وزو محصورة تقدر تكم الحل المسلس باستخدام قاعدة جيب التمام فكرة المسألة بس ان كان مديك المساحة المساحة طلعنا منها ضلع كمان اللي هو جيم شرط بعد كده هتستخدم جيب التمام هناخد مثال في الكاشكول وندخل في الحالة الاخيرة معنا اللي هي الحالة المبهمة بكده الحمد لله يمكن خلصنا ما نهج حساب المسلسات الحصة الجيه نبدأ في المراجعات النهائية والله خاص فيها الثلاث دروس اللي خدناه في حساب المسلسات كل حصة المنع جعلت لها في القائمة اللي تظهر هنا دي واشوفكم الحصة الجيه ان شاء الله